كان هناك قرار صدر بإنشاء إدارة ضمنها العامة لأثار المتاحف تتولى مسألة حماية الآثار في الداخل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتتولى كذلك مسألة الفطالبة بالآثار التي خريت لأن لدينا كثير من الآثار التي بيعت في مزادات ورأيناها ولم نستطع أن نوقف المزاد لأننا لم نستطع أن نموّل شركات محاماة دولية توقف هذه هناك بعض الحالات نجحنا في إيقاف البيع هناك في فرنسا 17 قطعة استطعنا أن يوقفها الشرطة الفرنسية ولا تزال لديهم ومنعنا البيع وهناك أيضا بعض القطعة التي أعيدت إلى سفارتنا في واشنطن أما بقية المزادات في لندن أكثر من 3 إلى 4 مزادات في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مزادات في ألمانيا لم نستطع إيقافها نظرا لأنه لا يوجد أصلاس مجد مؤسسة ولذلك نعتقد أن الدور الحكومي هو دور ضعيف فأنا لا أستحق أن الدور رئيس جدا نظرا لسبب أو لآخر لأن الأسف الشريط أن الكبير ركز على ما ستساعد أقرأ وقضايا والآثار ليست في مقدمة هذه القضايا علما بأن الآثار هي التي يمكن حتى أن تغنينا عن موارد داخل كبيرة لأنها هي الموارد الأسبر لعلى الكبير من البلدان فما باله في اليمن الذي فيه آثار طبيعية يعني مجارات طبيعية وتاريخية ومناطق آثارية لكن أنا أقول بأنهم ينبغي أن يظل هذا الموضوع سائدا في وسائل الإعلان ينبغي أن لا يفارق الشاشة ينبغي أن يظل منشط كبير في كل الصحافة من أجل الضغط على الأجهزة الحكومية من أجل أيضا ثوعية المواطن لأننا بهاجة إلى ثوعية المواطنين أنفسهم بأهمية هناك اليوم على سبيل المثال بعض الآثار وبعض البيوت وأنا أقول في محافظة نارب هناك بعض البيوت كنية من أحجار تعود إلى معامل إلى بناء أثرية قديمة